في خطوة تستهدف احكام سيطرتهم على المؤسسات العسكرية والامنية في البلاد بعد استكمال انقلابهم على سلطات الدولة شكل الحوثيون ما وصفوه بلجنة امنية عليا بحجة حفظ الامن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم لجنة يرأسه اللواء محمود الصبيحي الذي كلفه الحوثيون القيام بمهام وزير الدفاع وتضم في عضويتها اللواء جلال الرويشان القائمة باعمال وزير الداخلية وحمود الصوفي رئيس جهاز الامن السياسي والدكتور علي الاحمدي رئيس جهاز الامن القومي وثمانية من قادة الجيش والمسؤولين العسكريين اضافة الى ستة من قادة ميليشيات الحوثي ويتغى الغموض على موقف اللواء الصبيحي في ظل ورود تأكيدات من مصادر مقربة له عن رفضه لاعتراف بالانقلاب الحوثي او التعاون مع الحوثيين كما اكد المقربون من اللواء الصبيحي ان الحوثيين اجبروه على حضور مراسم اصدار اعلانهم الدستوري قرار تأسيس اللجنة الامنية العليا وما سبقه من خطط لتشكيل مجلس وطني انتقالي يحل محل مجلس النواب ومجلس رئاسي وصفه مراقبون بانه محاولة لاطفاء الشرعية على الانقلاب المسلح على سلطة الرئيس المنتخب عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح الخاضعين للاقامة الجبرية في صنعاء منذ اسابيع